تمام. اه نادي النجوم منذ يناير الماضي احرز اربعتاشر هدف عفوا في اتناشر مباراة. طبعا من شهر يناير هم لعبوا اتناشر مباراة زي ما حضرتك قلت. اه جابوا اربعتاشر هدف. طب الاربعتاشر هدف دول كان ازاي احرزوهم? احرزوهم من خلال الكرات العرضية من الجابها اليمين. يمكن الباك اليمين كان عندهم لعيب اسمه احمد ايمن. لعيب مميز اوي بالعرضيات. جايبين اربع اهداف من اربعتاشر هدف من الجابها اليمنى. بنسبة تمانية وعشرين ونصف في المية. نسبة كبيرة جدا. هدفين كمان ضربات سابتة. الدربات السابتة طبعا مميزين بها لانهم عندهم لعيب محمود فتح الله. ازا انا من وجهة نظر الشخصية. وطبعا التمرير الطولي في ظهر قلبي الدفاع اتنين. من وجهة نظر الشخصية خطورة فريق النجم النجوم في تلات حاجات. اول الحاجة الكرات العرضية من الجابها اليمين. هم مميزين اوي في الجابها اليمين من الكرات العرضية. التاني حاجة الدربات السابتة. لان عندهم محمود فتح الله مميز اوي باللعب الدربات السابتة. نعم. تالت حاجة التمرير الطولي في ظهر قلبي الدفاع لصلاح امين. ازا ملخص التلات حاجات. اما هجموك من ناحية اليمين من خلال الباك رايت او من خلال الجناح اليمين. الحاجة التانية الدربات السابتة من على الأطراف من خلال لعيب زي محمود فتح الله الحاجة التالتة التمرير الطولي في ظهر قلبين الدفاع بتوعنا من خلال سراعات صلاح أمين طبعا هم جابوا كمان جون من ضربة روكنية جون من الجابهة اليسرى جون ضرب الجزاء جون حل فاردي من صلاح أمين اللي كان قدام من نادي الإسماعيلي جون تزديدة من خارج المنطقة جون هدف بالخطأ من مدافع المنافس إذن كل ده هدف لكن الأكثر الكرات العرضية من الجابهة اليوم الأكثر الدربات السبتة والتمرير الطولي يمكن معنا صور بتوضح الكلام ده أول صورة معنا برضو اللي هي أدي هدف من الجابهة اليوم على فكرة العامل العرضية دي اللي هو الجناح أيمن مباش ده الهدف من الجابهة اليوم الصورة اللي بعدها برضو هدف من الجابهة اليوم من خلال باك يمين أحمد أيمن باك يمين مميز الصورة اللي بعدها هلاقي برضو هدف من الجابهة اليومين رفعها حليمه على رأس صلاح أمين ده قدام الجونة ده برضو هدف من الجابهة اليومنا خطورتهم في الجنب اليمين في بعد كده الصورة اللي بعدها برضو ده هدف بترو جيت الماتش القابلي الاخير اللي هو ده جابوا فيه هدف من الجابهة اليمين برضو عرضية التوسين دوت المهاجم النيجيري سجلها ازا عندهم خطورة واضحة من الجابهة اليومنا بعد كده فيه الهدف اللي بعده قاديت ضربات السابتة مهم اول نهارده عندهم الدربات السابتة اللي هو محمود فتح الله مميز اوي بلعب لضربات السبتة. جابوا هدف النادي الاسماعيلي من ضربة سبتة. والهدف فيه مباراة الاتحاد الاخيرة من ضربة سبتة برضو من خلال اللاعب محمود فتح الله اللي هو عنده خبرات كبيرة في تنفيذ ايه? ضربة السبت.